موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي عنوين نقاش الليلة موسيقى حركة الاحتجاج على السياسات الضربية تتوسع في الأردن والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلو موسيقى تحديات كبيرة أمام الحكومة الأردنية هل تدفع عمان ثمن رفضها لصفقة القرن وتواجه ضغوطا كبيرة من الرياض موسيقى عودة المبعوث الأممي إلى اليمن لنقاش الحل السياسي هل يفرد فشل دخول الحديدة على التحالف السعودي إعادة ترتيب الأولويات موسيقى مرحبا بكم حركة الاحتجاج في الشارع الأردني إلى التساع تتمدد رقعة التظاهرات مناطقيا وشعبيا والجديد انضمام طلاب الجامعات إلى التحركات التي ملأت المدن والمحافظات الأردنية على مدى الأيام الماضية صحيح أن الواقع الاقتصادي للأردنيين واحد وأن الضائقة تطاول الجميع لكن الظروف المعيشية الصعبة في الأردن ليست جديدة فلماذا الآن؟ وأعداد العاطلين من العمل الكبير ليست ولدة سياسات هذه الحكومة فهل كان الخروج إلى الساحات والتظاهر تعبيرا عن ما هو أخطر لناحية السياسات الأردنية الأخيرة؟ فهل يعاقب الأردن من قبل بعض دول الخليج السعودية تحديدا لرفضه صفقة القرن؟ وهل الرياح التي ضربت سوريا بدأت تنتقل إلى الجوار؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاش في ملفنا الأول في مسائية الليلة بينما نبحث في الملف الثاني نتائج الاجتماعات التي يعقدها في صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن وجولة المباحثات السياسية الجديدة مع جميع الأطراف فهل العمل على تحريك الملف السياسي؟ سببه الفشل الذي أصاب التحالف السعودي في السيطرة على الحديدة مقابل استعادة الجيش واللجان المبادرة العسكرية هناك؟ إذن اعتصم طلاب في الجامعة الأردنية تحت عنوان ضد الإفقار رفضا للنهج السياسي والاقتصادي في البلاد الاعتصام الذي شارك فيه العشرات في حرم الجامعة تمسك بمطالب المحتجين في معظم مدن البلاد وأكد المشاركين فيه رفض السياسات الاقتصادية التي تذل الشعب في سبيل تحصيل لقمة عيش كريمة وفق ما قال المعتصمين يعرف الأردنيون خصمهم جيدا ويعلنون موقفهم ضده بوضوح الألاف يحتشلون مجددا رافعين أصواتهم بهتافات تشق قلب الليل ليؤكدوا أنهم لن يسمحوا لسياسات البنك الدولي أن تحدد حياتهم نحن ليس أشخاص يجب أن يدفع ضريبة صندوق النقد الدولي والديون التي تحملها قاعدة الدولة على كتافنا نساند أخوان والشباب الذين نزدين رفضا للقرارات الحكومية الأخيرة برفع الضرائب صبايا وشبان كبار وصغار يغلقون بأجسادهم وخطفاتهم ميادين وشوارع مدن البلاد في أكبر موجة احتجاجات يشهدها الأردن منذ عقود الحضور الأمني الكثيف يقابله المحتجون بتكثيف الهتاف حتى لدى اعتقال أي منهم وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بعدم المواجهة مع القوى الأمنية برغم بعض التدافع لمنع الاعتصام على الدوار الرابع في قلب عمان حيث مقر رئاسة الوزراء تحت علم الأردن وحده ترفع مطالب تختصر مشكلة الأردنيين شعبا وقوا أمنية في الضرائب وغلاء الأسعار ورفع الدعم عن الصلع الأساسية مشكلتهم عن هي نهج اقتصادي يحاول بلدهم تابعا ومديونا ومرهونا لصندوق النقد الدولي تنفذه حكومات فاسدة وفق هتافاتهم أصداء هتافات الشارع وصلت إلى الملك الأردني عبدالله الثاني بلا شك إذ شد داخل الاجتماع لمجلس السياسات الوطني على أنه من غير العدل تحميل المواطن وحده أعباء الإصلاحات المالية الملك ودع الحكومة والبرلمان لقيادة حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للتوافق حول مشروع قانون ضريبة الدخل دعوة الملك تأتي بعد فشل الاجتماع بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب مع ممثلين نقابات المهنية إذ رفض رئيس الوزراء هاني الملقي طلب النقاباء سحب مشروع قانون الضرائب الرابع خلال عقد لمناقشته وتعديله فيما تجاوز الأردنيون إعلان رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة استمرار الحوار مع النقاباء لحلحلة الأزمة المتصاعدة يكررون موقفهم الواضحة في الشارع يريدون حقهم في حياة كريمة وعادلة للنقاش معنا من العاصمة الأردنية نقيب المحامين الأردنيين سيد مازن رشدات كذلك معنا من العاصمة الأردنية الكاتب والبحث السياسي سيد موفق محادين مرحبا بكم وسأبدأ معك سيد رشدات أنتم أيضا شاركتم في الاجتماع الذي لم يسفر عن سحب هذا القانون أو مشروع القانون للضريبة الجديد الذي كان يضم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكان من ضمن المطالب أن يكون هناك حوار وطني شامل الآن الملك يلعو لي حوار وطني شامل وعقلاني هذا يعني أين يضع الأمور وما هو موقفكم من هذه الدعوة شكرا لك سيدتي وشكرا لقناة الميادين الحقيقة أنا من خلال شاشتكم بالأول اسمحوا لأوجه الشكر لكل النقابيين والمهنيين والشعب الأردني على التجاوب الكبير مع مطلب مجلس النقباء بالوقوف ضد أي تغول من السلطة التنفيذية على المواطنين وعلى الشعب الأردني الحقيقة إحنا كانت المبادرة من مجلس النقباء برفض قانون أو مشروع قانون ضريبة الدخل لأن هذا المشروع كما نعتقد جازمين أنه مفروض على الحكومة من صندوق النقد الدولي بكافة بنوده بكافة تفصيلاته نحن لم نرفض القانون لأنه قانون ضريبة الدخل يمكن كان الحوار حول القانون لكنه بما أنه مفروض من الخارج فنحن نرفض أي قانون مفروض على الأردن من الخارج ونؤكد أنه يجب أن يكون القانون وطنيا بامتياز لذلك طالبنا الحكومة بسحب مشروع هذا القانون لكي نتحاور قبل أرساله إلى مجلس النواب لكن الحكومة تجاوزت كل الحوارات ورفضت وأرسلت المشروع القانون إلى مجلس النواب حتى في فترة عدم انعقاد مجلس الأمة عدم موجود لا دورة عادية ولا دورة استثنائية لذلك إحنا التخينا في مجلس الوزراء السبت مش الماضي اللي قبله كمجلس النقباء وأوصلنا رسالة أننا لم نأتي للحوار وإنما جئنا لنطلب من الحكومة سحب المشروع ومن ثم يبدأ الحوار وصلنا إلى طريق مسدود مما أدى إلى إعلان الإضراب الأربعاء الماضي هذا الإضراب الحضاري السلمي الذي شل الحركة في كافة أنحاء المملكة كان مؤشر على أن هذا الشعب يرفض أي تدخل في السياسة الاقتصادية أو في أمور الشعب الأردني وبالتالي سيد الشدات الآن الأمور إلى أين تتجع يعني الدعوة بالنسبة للملك للعاهل الأردني بأن يكون هناك حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا هذا ما هو موقفكم منه وبالتالي إلى أي حد قد يغير في مشهد الحراك على الأرض يعني أنا بتصور كان يجب على الملك أن يتدخل قبل ذلك هذا التدخل الآن هو عبارة عن أنا كما فهمت من تصريحات الملك أن الحوار يكون بين الحكومة والنواب والنقابات والأحزاب لكن الحوار جاء متأخرا خاصة بعد أن قرأنا تقرير صندوق النقد الدولي هذا التقرير الذي يفيد بأن على الحكومة أن تخفض الضرائب لا أن تزيدها فهذا أشعل الموقف حتى أجبرنا نحن مجلس النقاباء اليوم أن نتخذ قرارا بإعلان إضراب ثاني يوم الأربعاء القادم هذا طبعا نتيجة أيضا الحوار الذي جرى أمس في مجلس النواب بين مجلس النقاباء والحكومة التي بقي رئيسها متعنتا ورفضت صحب مشروع القانون هذا سيد شداد سامحني يتفعنا إذن لنشخص المشهد الآن وأنتقل هنا إلى سيد محادين سيد محادين هل لنا نشخص المشهد الآن بمعنى نحن أمام تحراك شعبي وأيضا التجسد في مطالب من خلال مجلس النقاباء له علاقة بمشروع قانون الضريبة الجديد أم أن الأمر تعداه الآن مساء الخير ابتداء هذا الحراك الشعبي الشجاع لن يعود قبل أن يحقق كامل أهدافه ومطالبه الأردن اليوم ليس الأردن قبل هذا الحراك هذه معركة مصير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأن المسألة أكبر من احتجاجات ضد قانون محدد هو قانون ضريبة الدخل بصرف النظر عن بشاعة هذا القانون هذه معركة ضد نهج كامل ضد استحواذ وسيطرة وهيمنت رجال البنك وصندوق النقد الدوليين على السياسات الأردنية منذ عقود وليس منذ سنة وليس عبر حكومة الملقي حكومة الملقي امتداد مجموعة من الحكومات التي نفذت وتنفذ عبر عشرين سنة على الأقل إملاءات صندوق البنك والنقد الدوليين والتي أدت إلى تجويع وإفقار ونهب وتحطيم الطبق الوسطى وتهديد الأمن الوطني الأردني وتهديد أمن الدولة نفسه الاحتجاجات التي تحدث اليوم هذه احتجاجات تتصاعد هذه احتجاجات تتقدم الحراك الشعبي تجاوز كل مطالبه السابقة لم يعد بإمكان أحد لا مصادرته ولا تقويضه ولا تفويضه ولا السمسر عليه نحن الآن أمام مفترق طرق حقيقي بسبب ارتباط المعركة الطبقية ضد البنك وصندوق النقد الدولي بالمعركة السياسية أيضا لأن فريق البنك وصندوق النقد الدولي الذي قاد هذه السياسات هو نفسه الفريق المرتبط بالمشاريع الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وآخرها صفقة القرن الأردنيون اليوم بكل مكوناتهم بكل مشاربهم بكل تياراتهم يخوضون معركة طبقية سياسية مركبة في جانب منها هي معركة طبقية ضد هذه القوانين المجحفة وفي جانب آخر هي معركة سياسية وطنية بامتياز تهدف إلى وقف انهيار الدولة وتحضيرها وخلق شروط وخلق ملاخات تؤدي إلى تصفية الدولة الأردنية في إطار السيناريوهات الأمريكية الصهيونية لهد بالدول عموما في كل المنطقة ومنها الأردن وهذا موضوع مهم بما لا علاقة بالخيفيات سنتوسع أيضا لكن نخرج فقط لنعزز النقطة التي نخرج منها في الإطار المحلي أو الداخلي للجانب الأردني وخصوصا أنك أشرت لمهاره علاقة بالطبقية وتحديدا طبق الوسطى التي تشكل عمود الفقري الاقتصادي والسياسي في بلد بثل الأردن وبعموم البلاد وهذه أيضا ميزة هذا الحراك لكن ما الذي يجعل هذا الحراك مختلفا عن سابقاته إن كان ما له علاقة في عام 2011 أو تلك التي كانت في نهاية الثمانينيات ومنتصف في التسعينيات وأنت أشرت إلى أن هذا نتاج لتراكم لحكومات يعني عبدالنسور والكباريتي وصولا إلى اليوم مع اختلاف المسميات بما له علاقة بالتحديات الاقتصادية لماذا تقول بأن اليوم الأمر مختلف عن سابقاتها نعم نحن نتذكر انتفاضة نيسان عام 1989 هذه الانتفاضة التي أسقطت الحكومة الرفاعية آنذاك ترافقت أيضا مع عفول الدولة الريعية الوظيفية الأردن إلى ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كان جزء من هذه الدول التي توصف بأنها ريعية هي تمارس أشكال من الدعم الاجتماعي للسلع والخدمات الأساسية اليوم نحن هذا الفريق الذي كان في نيسان 1989 لم يعد فريقا ثانويا كما كان آنذاك هذا الفريق اليوم هو الذي يقود النهج النهج الحاكم في الأردن منذ عشرين عاما المسألة مختلفة تماما إسقاط هذا الفريق إسقاط حكومته هذا يعني تعطيل هذه الماكينة ماكينة البنك الدولي ماكينة النهب هنا أريد أن أشير إلى مسألة أساسية أن الأردن بعد أن كف عن أن يكون دولة ريعية وظيفية تتلقى أموال مساعدات في إطار تخادم وظيفي إقليمي في المنطقات بعد أن كف عن ذلك وبدأ يتحول إلى دولة جابية كل هذه الحكومات تريد أن تستبدل الدعم الخارجي آنذاك عندما كان الأردن دولة ريعية تريد أن تستبدله بأشكال من النهب الضريبي الذي بالمناسبة لا يذهب كما يقول بعض الليبراليين المزعومين أنهم يريدون تحويل استبدال الدولة الريعية بدولة ديمقراطية دولة تقوم على معادلة الضريبة مقابل التمثيل مشروع الضريبة المطروح اليوم ليس مشروع لا يندرج في إطار الديمقراطيات البرجوازية هو أقرب ما يكون إلى الجباية العثمانية بل أن الدولة الأردنية يجري التفكيك وتحطينها لتتحول إلى شكل من نظام الملل والنحل العثماني الذي يتقاطع مع المشروع الصهيوني بيهودية الدولة المعركة الضرائب معركة الفقراء معركة الطبقة الوسطى معركة المثقفين معركة النقابيين اليوم في الأردن كما قلنا هي معركة وطنية هذه النقطة المهمة سيد محدين أنت تحدث الآن عن معركة ضد نهج سياسي واقتصادي لا أدري سيد شيدات إذا كنت توافق مع هذا الطرح وخصوصا بالنظر للحديث عن الأداء أو المقارنة الطرح الذي تقدم به سيد محدين حول أحداث أو تلك الانتفاضة الشعبية كما وصفها في 89 من القرن الماضي تم حل حكومة يد الرفاعي وكان القرار من الملك السابق حينها الملك حسين حلت الحكومة حكومة الرفاعي وإيضا البرلمان وانتخابات جديدة وضعت لتشكيل برلمان وبالتالي حكومة هل هذا هو السيناريو المطلوب الآن من الملك يا سيدتي الآن المطلوب أن يتغير المطبخ السياسي والاقتصادي في الأردن بكل أسف هذا المطبخ يؤدي إلى أن نكون في الأردن دولة معتمدة على غيرها لا بل الآن كما ذكر أخي وصديقي أستاذ موفق أنه إحنا البلد الوحيدة في العالم الذي يسر فيه الشعب على الحكومة النهج الاقتصادي والسياسي المتبع في الأردن منذ عدة عقود هو الذي أوصلنا إلى هذه الحالة حكومات تقترض وتركب ديون سيد الشداد سامحني على المقاطعة أنا لا أريد أن أقاطعك ولكن هذا ما شرحه لنا سيد محادين الآن بالنسبة للموقفة خصوصا أنكم ضمن مجلس النقابات التي ترفع المطالب وبالتالي قلت أن دعوة الحوار للملك دعوة متأخرة الآن ما هو المطلوب إذن من الملك هل هو سيناريوم عن 89 أم ماذا الآن كمطلب أولي أول شيء يجب سحب هذا القانون اثنين يجب أن تستقيل هذه الحكومة ويجب أن تأتي حكومة إنقاذ وطني لكي تعمل على إنعاش الاقتصاد وتنقذ هذا الشعب من الضرائب التي أثقلته ضريبة المبيعات الموجودة في الأردن ليست موجودة في أي بلد آخر مع فرض ضريبة الدخل الآن الجديد على كافة الدخول سيمنع سيمنع الاستثمار وسيؤدي إلى هروب حتى أموال الأردنيين إلى الخارج لذلك مطلبنا الآن مطلبنا الآن أن يسحب القانون نهائيا أن لا يعرض أن لا يقر مطلوب أن يبدأ حوار وطني بعد سحب القانون لإقرار سياسة نقدية اقتصادية مالية جديدة في الأردن ينظمها أشخاص وطنيين مختصين لكي نحافظ على مقدرات هذا البلد النتائج التي ذكرها أخي موفق أنه فعلا مطالب الشارع الآن أصبحت تعلو السقف بدأ يعلو وهذا ما نخشى عليه في البلد نحن في الأردن الذي تقصده منذ بداية الربيع يعلو ولا أدري إذا كان بالفعل مجلس النقباء يمثل الشارع الذي خرج بشكل عفوي وبالتالي هذا الإطار الذي يطرح نقابات وقوى ومجتمع مدني يمثل الشارع يا سيدتي الشارع خرج بشكل عفوي لكن بعد أن تحركت النقابات يعني البداية كانت من النقابات ومن مجلس النقباء لكن الحكومة بإصرارها على رفض مطالب مجلس النقباء وبنفس اللحظة التي جرى فيها الإضراب جرى رفع أسعار المشتقات النفطية هذا الذي أدى إلى تأجيج الشارع والآن أصبح السقف إقالة الحكومة فأرجو أن لا يصبح بعد ذلك مطالب أكثر من ذلك نحن لا نريد لهذا البلد إلا أن يكون مستقرا آمنا لنذكر جميعا أن الأردن البلد العربي الوحيد الذي لم يطاله الخليف العربي هذا الخليف الذي دمر البلاد العربية نحن متفقون على أن هناك مخطط هذا المخطط هو مرتبط بالسياسة المخطط لهذا البط مثل ما ذكر زميلي أستاذ موفق طيب طالما وصلنا إلى هذه النقطة سيد رشدات عفوك 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 المطلوب أن يجوع الشعب الأردني أن يبحث عن لقمة عيشه كي لا تكون بوصلته متجهة إلى فلسطين أن لا تكون البوصلة متجهة إلى القدس أن ننسى قضية فلسطين أن ننسى اسم فلسطين المطلوب الآن أن يتجه الجميع لإقرار هذه الصفقة وتمر دون أن يكون هناك أي احتجاج لأن الشعب ملتهم في النقمة الأهم وضعت يدك على نقطة مهمة جدا سيد رشيدات أشكرك جديد الشكر لأنه في التوقيت إذا ما بالفعل صفقة القرن سيكون إعلانها ما بعد شهر رمضان وفي التوقيت ونحن نطرح توقيت لا نتهم أي أحد بأن الجلسة الستثنائية لمجلس النواب الأردني ستكون ما بعد شهر رمضان ما بعد العيد وهذا التوقيت يعني إن كان فيه أي ما يدفع للشارع للتحرك أكثر لن يكون معنيا تبقى معنا سنعرض للتقرير تفضل طيب بكل الأحوال تفضل عذرة بس أضيف لك شغلة أنه الآن المستجدات الجديدة أن السيناريو قد يكون كالآتي أن تعقد دورة استثنائية خلال أيام قليلة قبل العيد وأن يعرض أن يعرض القانون ويرد من مجلس النواب ثم من مجلس الأعيان ويصدق الملك على هذا الرد لتجاوز المرحلة ولحفظ ماء وجه الحكومة قد يكون هذا أحد السيناريو بكل الأحوال سنبحثها أو جيد أن نتكرناها لكن نبحث الآن في الخلفيات رجاء أن تبقى معنا سيد رشدات وأيضا سيد محادين ماذا في خلفيات هذه الاحتجاجات في الأردن هل هي محضو معيشية ورافضة للضرائب أم أن هناك أسباب خارجية مرتبطة بمواقف الأردن الرافضة لصفقة القرن هذه قراءة قراءة في خلفيات هذا الحراك الأردني مع الزميلة سارة الحاف واستسخب الاحتجاجات الشعبية في الأردن وتصاعد خطاب الشارع والشعارات تزداد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية دافعة إلى هذا الحراك في خانة أزمة فقدان الثقة بمؤسسات الدولة في ظل الفساد الكبير يصنف البعض كرة ثلج الاحتجاجات التي تكبر يوما بعد يوم فعمان احتلت المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة The Economist فساد مستشن في منظومة السلطة قد جرى الأردن إلى هذه الحالة ولسيما مع وجود جيل من الشباب العاطل من العمل والرافض لهذا الواقع وإلى الغضب أيضا من تراكم الأزمات الاقتصادية وضعف أدوار المؤسسات الدستورية ولسيما التشريعية والقضائية وأجهزة المحاسبة والمراقبة لكن الأخطر من ذلك يكون التهاب الشارع الأردني مرتبطا بسياسات البلاد الأخيرة حيث يرى بعض المراقبين أن الأردن الذي حضر ملكه قمة أنقرة الإسلامية الأخيرة يعاقب من قبل بعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية لموقفه الرافض لصفقة القرن وموضوع القدس الأعلام الإسرائيلي يتابع على نحو مركز ما يجري في الأردن صحيفة يداو تحرانوت تقول أن الاقتصاد الأردني المتعثرة أدى دوره على مدى السنين لأن الملك الراحل حسين وبعده ابنه عبد الله عرفا كيف يحصلان على الدعم من الخليج وأمريكا كل شيء تفكك دفعة واحدة فالسعودية ولأسبابها قررت التنازل عن الأردن في اتفاق مع الأمريكيين ومصر والإمارات تقول الصحيفة التي رأت أن الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن آخذ في الانخفاض وعلى الأردن أن يقف على رجليه القناة الإسرائيلية الثانية عكست أكثر الاهتمام الإسرائيلي بالتطورات الأردنية فقالت أن العيون شاخصة بقلق إلى ما يحدث هناك لكونها دولة عربية تجاوزها الربيع العربي يتأرجح الوضع الأردني إذن بين أزمة داخلية وتدخل أو تخل خارجي فيما يحذر البعض من أن الرياح التي ضربت الدول المجاورة ولسيما سوريا قد تصي إلى الأردن وربما إلى الخليج نعود إلى ضيفينا عودي لكسيد محادين هل يدفع بالفعل الأردن ثمن المواقف أشار كثيرا ملك الأردن إلى ذلك وحتى رئيس الحكومة تحدث عن ذلك وأحد الوزراء قال أن هناك ضغوط لا تحملها الجبال تمارس على الأردن مواجهية هذا الطرح بالتأكيد هناك ضغوط وضغوط خليجية وتحديدا ضغوط سعودية تمارس على الأردن وبشكل خاص في الحقن الاقتصادي هذه مسألة لا تخفى على أي مراقب ولا على أي مواطن أردني بل أن بعض دول الخليج تبتز الأردن أنه إذا لم يتخذ هذا الموقف أو ذاك سنرمي في وجهك ربع مليون أو نصف مليون موظف وعامل هناك وهذه السياسة معروفة على حال تمارس مع الأردن وغير الأردن ولكن المسألة الرئيسية المسألة الرئيسية فيما يتعلق في الأحداث التي تجري في الأردن كما قلت أن الفريق أن الفريق الاقتصادي فريق البنك الدولي فريق صندوق النقد الدولي هو نفس هو نفس الفريق المرتبط بالتسويات الأمريكية والصهيونية وهذا الفريق يسعى منذ سنوات لتفكيك الدولة أي عادة هيكلة الدولة وتحويلها إلى مناخات بحيث تكون جاهلة لأن تكون جزء من صفقة القرن نعم هناك في الأردن وفي مفارقة غريبة في الشارع الأردني اليوم هناك تقاطعات هناك تحالفات موضوعية بين اليسار بين القوميين بين الوطنيين بين النشطاء وبين أوساط حتى أوساط في الدولة بدأت تخشى وتتحسس وترى أن هناك استبدال أن هناك ميل أن هناك ميل لصناعة مطبخ سياسي كما قال زميلي الأستاذ مازنة إرشادات هناك ميل هناك سياسية لتغيير ميزان القوى داخل المطبخ السياسي الأردني لصالح الأجنحة الطفائلية الأكثر ارتباطا بالبنك الدولي والأكثر ارتباطا ولكن أيضا سيد محادي أشار سيد رشيدات لنقطة مهمة هي إفراغ الزخم أو حتى ذلك الدفع الشعبي ضد صفقة القرن دعما للقضية الفلسطينية دعما للقدس من خلال بين قوسين تجويع الشعب الأردني وهذا ما يفسر أو يوضع في إطار التفسير لتراجع الدعم الاقتصادي من دول جوار من دول عربية وتحديدا خليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الكلام الإعلام الإسرائيلي فيما أشارت الزميلة سار الحف في تقريرها أيضا مهم في هذا الإطار ونحن أمام محاولة لتفريغ أو تغيير بوصلة الشعب الأردني من خلال هذه الضغوطات توافق؟ الضغوط التي تمارس على الأردن من الخارج هي لإحداث مثل هذا الانقلاب في المطبخ السياسي الأردني لصالح فريق معين يمكن تركيبه على صفقة القرن هي لا تمارس على الأردن بهكذا بشكل أعمى هي تمارس لمصلحة فريق محدد هذا الفريق هو الذي يرسم السياسات الاقتصادية منذ عشرين عاما وهذا الفريق هو الذي يريد أن يحمل الفقراء والطبق الوسطى مسؤولية الفساد والمدونية التي بلغت 30 مليار دينار أي حوالي 40 مليار دولار 30 أو 35 مليار دولار سيد محاولي هناك أرقام مختلفة ولكنها تدور حول هذه المسألة أنا أريد أن أؤكد هنا على مسألة أن الشارع الأردني حتى في القرى حتى في القرى حتى في المواقع المحلية يرفع شعارات دقيقة 100% هذه الشعارات ليست شعارات في ربيع الفوضى المشبوط هذه الشعارات بالعكس هي ضد مهندسين ربيع العربي المعركة ضد البنك الدولي وضد صندوق النقد الدولي هي ضد خطاب الليبرالية الجديدة الليبرالية المتوحشة ضد الأوتوبور ضد الجماعات التي قادت الربيع الهدام نحن اليوم الشعب الأردني بوعيه البسيط يرفع شعارات ضد الشعارات التي استخدمت في الربيع العربي لهدب الدول وليس لتغيير هذا البرمهود هذه نقطة مهمة جدا سيد محادي نقطة مهمة جدا الوعي الذي تشير إليه هناك بالفعل وعي يلاحظ من خلال المراقبين للشارع الأردني لعدم التصعيد أو تفجير الوضع وأيضا هناك وعي أيضا بالتعامل لسلطة الأردنية حتى ذلك يدعكس فيما له علاقة في إطار تعامل قوى الأمن الأردنية وهذا يسجل في شكل الحراك حتى الساعب بين الطرفين وهنا أنتقل إليك سيد رشيدات الآن عندما ننظر للطرح بأن الضغوطات الخارجية هي عامل أساسي وربما نتحدث الآن عن النقابات لديها تاريخ كبير في دعم الموقف الوطني والسياسات الأردنية في إطار القضايا العربية المهمة إلى أي حد هي مطالبة اليوم بالوقوف إلى جانب السلطة الأردنية الدولة الأردنية لدعم مواقفها تلك التي لا تفترق في جوهرها في ما يريده أشارع الأردني إن كان بما له علاقة في الأمور المعيشية الاقتصادية وحتى تلك القضايا الوطنية إلى أي حد عليها أن تستوعب وتساند الدولة الأردنية طالما هناك اتفاق أن ضغوطا تمارس يا سيدتي يمكن قبل هيك لازم نحكي هالنقطة المهمة تفضل نتنياهو قبل أشهر أعلن أن الأردن سيشهد أحداث دامية أكثر من التي جرت في سوريا ومباشرة بعد تصريحه فورا عمل اتفاق مع الحكومة الأردنية للاعتذار عن مقتل المواطنين الأردنيين ودفع التعويضات لذويهم ومن أجل عودة السفير الصهيوني إلى الأردن إذا ربطنا الأحداث مع صفقة القرن مع ما يجري من ضغوط على الشعب الأردني نفهم المسألة أن هناك مخطط مقصود لتتويه الشعب الأردني لكن أنا أنا بقول أن الشعب الأردني أصبح واعيا أخذ درسا جيد جدا من الربيع العربي هو بالمناسبة الشعب الأردني هو الذي حمل أردن بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية من أي أحداث قد تصاحب الربيع العربي في الإقليم والآن أنا أشعر أن الشباب الأردني الذين يقفون في الشوارع في كافة شوارع المملكة بالمناسبة وليس أمام الدوار الرابع فقط صحي شباب واعي شباب يفهم يفهم أن الحراك الحراك والتظاهر هو أسلوب حضاري مميز أكبر دليل الإضراب الذي صار يوم الأربع الماضي شهدت له كل دول العالم فنفتخر بهذا الشعب وأرجو أن لا يندس المندسون المخرجون ولذلك أسأل سيد الشيداب عن المسؤولية بالنسبة للنقابات وهي مفصل أساسي ومهم حتى لا تذهب البلاد كما يقال إلى بطن الغول نحن في مجلس النقابات والنقابات المهنية كنا واعين منذ البداية لذلك خاطبنا كل من ينزل إلى الشارع أن يكون الحراك والتظاهر سلمي بكل ما تعني هذه الكلمة لكي نحقق المطالب بشكل ديمقراطي حقيقي التظاهر أمر دستوري مسموح له في كافة قوانين الدنيا ولذلك من حق الشعب أن يعبر عن رفضه أو قبوله لأي أمر إحنا هذا الشعب الآن أرجو أرجو أن لا يترك أن لا يترك من قبل الملك والحكومة يجب أن تعي الحكومة ويعي الملك مطالب هذا الشعب ويلبيها في إضراب الأربعاء المطبلة ليس كذلك سيد الشدات نعم نعم إحنا أعلننا مجلس النقباء اليوم الساعة الرابعة والنصف مساء كان هناك قرار لمجلس النقباء بالتعاون مع كافة الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاقتصادية والتجارية وكافة وزراعية أيضا الإضراب يوم الأربعاء القادم إضراب كامل كما جرى في الأربعاء الماضي وسيكون هناك وقفة أيضا في مجمعات النقابات لأن مجمع النقابات له فروع في كافة محافظات المملكة كل محافظة في مجمع نقاباتها لكي يكون هناك وقفة احتجاجية مع إلقاء الكلمات التي تتناسب مع الموقف والواقعة وهذا مهم أيضا لأن يوم الأربعاء قد يكون مؤشرا لاستمرار زخم الشارع لأن البعض يقول أو يراهن على خفوط ذلك مع مدى الأيام ولذلك تضرب مواعيد ربما أيضا توضع في إطار ما بعد شهر رمضان والعيد سيد محادين في مؤشر درس السياسات والمواقف للدولة الأردنية تبدو محايدة واضح الموقف بما له علاقة بالقدس ولكن في ملفات أخرى وحتى المؤشر باتجاه المملكة العربية السعودية لا يبدو أن هناك غضبا إنجاز التعبير أدرنيا من المملكة العربية السعودية ما حكي عن زيارة سرية بقيت طي الكتمان بما له علاقة لولي العهد الأردني له أيضا سيد الممني الوزير الممني بما له علاقة بوضع التحريد من داخل مواقع التواصل الاجتماعي في وضع سوريا ورغم أنه الحديث بالعكس عن السعودية من أنه ذباب الإلكتروني كما يسمى كان سعوديا التحريد على الدولة الأردنية كذلك لا يوحي بأن هناك غضبا أردنيا من ذلك للتراجع للتزام للدعم الاقتصادي للمملكة العربية السعودية كيف يمكن يفسر ذلك أولا العلاقة الأردنية السعودية يمكن توصيفها بأنها علاقة باردة هي علاقة ليست سيئة ولكنها ليست علاقة جيدة الأردن هو يقيم تحالف آخر هو علاقاته حسنة مع المحور المصري الإماراتي الأردن علاقاته أفضل مع هذا المحور ولكنها أكثر برودة مع السعودية وفي كل الأحوال الأردن لا يحصد من العلاقتين ما ينعكس إيجابا على استقراره الاقتصادي وعلى الوضع الاجتماعي في الأردن في كل الأحوال الأردن لا يحصد حتى الآن شيئا إيجابيا عمليا هو يمارس أشكال من إدارة العلاقات أو الأزمات السياسية هنا وهناك في المسألة في المسألة السورية يعني أن يزج الأردن في مشروع كبير بل أن العدو الصهيوني قدم تصورا باسم الأردن الأردن لا علاقة له بمشروع الأردن الكبير الذي ربطه العدو منذ البداية بالعدوان على العراق تمزيق العراق ثم العدوان على سوريا وتمزيق سوريا ثم ضم أجزاء ميلان النبار العراقية وحوران وحوض اليارموك إلى ما يسمى بالأردن الكبير الذي يراد له أن يركب بكون فدرالية الأردن لم يخضع لهذه الإملاءات ولكنه ظل يمارس سياسة الدقع الحافر والدقع المسمار لأسباب عديدة لسنا بصدد الحديث عمر سيد محادين الممني قال ما قاله في منزل السفير السعودي كان في مأدوبة إفطار وهذا أيضا كان ضمن المؤشرات التي يتم الحديث عنها البدائل الاقتصادية الأخرى موجودة في فتح العلاقات بعض دول جوار إن كان ملاو علاقة بسوريا أو حتى بعدم أن يكون حفظ أمن الحدود باتجاه السعودية مجانا وحتى بملاو علاقة بفتح الاقتصاد في الإطار السياحي الديني أمام دولة مثل إيران لمرقد مهم مثل جعفر الطيار في وقت تفتح المملكة العربية السعودية في إطار السياحة الدينية أو حتى الحج من تجاه الإيرانيين لماذا هذا التناقض توجد بداء الاقتصادية تستطيع أن تعزز الأردن مجالها ولكن الأمر يحتاج للسياسات أو مواقف أخرى الاقتصاد الأردني منذ منذ ثلاثين أو أربعين عاما مركب بالدرجة الأساسية على أساسي الأول تحويلات الأردنيين اللي بيشتغلوا في السعودي والخليج ولكن الأهم من ذلك هو السوق العراقي والسوق الأردني والسوق السوري الأردن الأردن منذ سنوات ممنوع يعني لا يراد له أن يعيد علاقاته الحسنة لا مع العراقيين ولا مع السوريين بل أن التصعيد المستمر في الجنوب السوري وفي ملف الدرعة هذا أحد أهدافه تماما منع الأردن من أن يعيد علاقاته مرة أخرى وأن يحسن الوضع الاقتصادي عبر الحدود السوريين يعني هذه المسألة أيضا ليست مسألة سياسية ولا تتعلق بمجرد خفض تصعيد التوتر لها علاقة باستمرار الحصار على الأردن وخنقه حتى بما يسمح بما يسمح بإحداث انقلاب انقلاب حقيقي في المطبخ السياسي الأردني لصالح أجنح الطفيلية مرتبطة في البنك الدولي ومرتبطة بالتسوية شكرا لك سيد موفق محادين الكاتب والبحث السياسي كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية ومنها أيضا نشكر 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 عذرا سيد مازن رشيدات نقيب المحامين الأردنيين شكرا جزيلا لكم ضيفين فاصل قصير ونواصل مسائية أهلا بكم جديد في المسائية من الميادين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث أن الحلة السياسية هو الخيار الوحيد الذي يساهم في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني موقف جريفث جاء عقب لقائه وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني هشام شرف في صنعاء الذي أكد أن دول التحالف السعودي عمدت إلى تعطيل أي مساعي للسلام من خلال ممارسة جميع إشكال الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي واتفاقات حقوق الإنسان أحمد عبد الرحمن من الرياض إلى عمان فصنعاء الكبير للتحالف السعودي باتجاه مدينة الحديد الساحلية ومينائها الحيوية جريفث سيضع قادة أنصار الله والمؤتمر في صورة خطته للحل أو ما يسميه الإطار العام لمفاوضات العملية السياسية الشاملة أعتقد أن مهمته مهمة هي استطلاعية ليس لا أقل ولا أكثر ولن تعطي شيئا جديدا لأن العدوان بعدوانه هذا أفصح عن مضمون ما يريده وهو أن السلام ليس قريبا وسائل إعلام سعودية وأخرى مقربة من حكومة هادي روجت أن مهمة جريفث تكمن في انتزاع تنازلات جديدة من أنصار الله وفي إقناعهم بالانسحاب من الحديدة ومينائها شريان حياة أكثر من 70% من اليمنيين وهو ما نفته مصادر رفعة في صنعاء مؤكدة عدم وجود مبادرة أممية من هذا القبيل بشأن الحديدة هذه خرافة حمد التسليم والتسليم هي خرافة من الخرافات لأنه لا يوجد في قام سنة عملية الاستسلام على الإطلاق حتى لو فنينا عن بقرة أبينا لو ذهبنا إلى ذرات تحملها الرياح فلن نستسلم على الإطلاق الزيارة تأتي في وقت دقيق للغاية والمبعوث الأممي يدرك ذلك ولم يخفي قلقه في وقت سابق من تأثير تداعيات التصعيد العسكري على جهوده لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية الراهنة عبر حوار جامع يقود إلى تسوية سياسية حين ذاك كان قد أعلن إحرازه تقدما ملحوظا في خطته الجديدة لإحياء مفاوضات السلام وهي الخطة التي تحاط بسرية تامة لا شك أن التصعيد العسكري الأخير للتحالف السعودي سيرخي بثقله على جهود ومساعي المبعوث الأممي بعد أن أوقف هذا التصعيد بحسب معلومات الميادين اتفاقا وشيكا لإنهاء الحرب كان يجري الإعداد له في الخارج بمشاركة قادة من أنصار الله أحمد عبد الرحمن صنع الميادين معنا من صنعاء أضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله القادع بالوهاب المحبشي مرحبا بكم سيد المحبشي بداية هل لديكم أي معلومات يمكن أن تطلعون عليها بما لا علاقة بما يحمله غريفث معه ولقاءاته مع حركة أنصار الله بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نشكر لكم هذه الفرصة المبعوث الأممي في صنعاء التقى ببعض الزملاء من المكتب السياسي اليوم وكان الحديث أكثره هو أن الرجل يحاول أن يستشف ما لدى الإخوة في المكتب السياسي وأعتقد كذلك في المجلس السياسي الأعلى وفي الدولة بشكل عام كانت كل ما يطرحه المبعوث الأممي هو أنه حريص على أن يقدم رؤية للحل الأمني والسياسي بالشكل المتزامن للحل السياسي وأمني وعسكري في مختلف الملفات وهو الأمر الذي كان من قبل يرفض تمام الرفض التعاطي السابق معه والذي كنا نعتبره مبعوثا سعوديا صرفا الذي كان إسماعيل ولد الشيخ هذا المبعوث يطرح بأنه يتعاطى بإيجابية ويعتبر بأن الحل الوحيد هو يجب أن يكون رزمة وحزمة واحدة سياسي أمني عسكري وفي مختلف الاتجاهات وكان الطرح أكثره يأتي في سياق استقراء ما لدى الجانب الوطني في صنعاء سواء من طرف الحكومة أو من جانب تنظيم كأنصار الله وكمؤتمر إذن حمل لكم جديدا خارط الطريق ما يشاع أم ماذا أم كانت هي مهمة استطلاعية كما قال في تقريرنا السيدة الزبيري أعتقد بأن المهمة استطلاعية بشكل أساسي لأن ما يحصل على الأرض هو محرج تماما للمبعوث الأممي في حال كان المبعوث الأممي جادا في كل تحركاته فالمبعوث الأممي التقى بالرئيس الشهيد صالح الصماد قبل التاسع عشر من إبريل عندما زار اليمن للمرة الأولى وعندما استهدف الرئيس الشهيد بعملية اغتيال غادرة الأممي محرجا إلى درجة أنه اضطر إلى أن يبعث برقية عزاء سرية تقريبا وأن يلتمس أن لا يتم أن يتمنى أن لا تعلم السعودية والجهات الأخرى بهذه البرقية فهذا موقف مؤسف يعني أن يكون المبعوث الأممي الذي يفترض به أن يكون جادا وقويا في مواجهة كل المساعي التي تجهض السلام أن يتعامل بهذه الطريقة وكأنه يحتلس السمع وبتأكيد سيد المحبشي هو لا يمثل نفسه وبالتالي هل هذا طلاقة من هذه المعلومة التي تتفضل بطرحها بأنه توجها جديدا سياسيا غربيا وتحديدا أوروبيا بالنظر للحركة الأخير واللقاءات التي كانت أيضا موجودة على طاولة المفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف ونظراءه في الاتحاد الأوروبي العنوان كان واضح بإنهاء صراع في اليمن وإنهاء المأساة هل هذا مؤشر يمكن البناء عليه بأنه هناك تحولا أو تغييرا أو دفعا مختلفا غربيا وحتى تقديم أساسي لإيران في هذا التوقيت الخاص أيضا بها هناك لديهم خطتين في نفس الوقت بوقت متزامن هم من جانب البريطانيين والأوروبيين يعطون توجها للسلام ويقولون بأنه لا طائل على الإطلاق من استمرار العدوان على اليمن والحرب على اليمن ليس لأن الشعب اليمني سيتضرر ولا لأن الشعب اليمني سيذهب إلى المجاعة وسيتدمر الدولة اليمنية لا وإنما لأنهم يرون بأن الأفق الحسم العسكري مستحيل ولكن عندما تكون أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل أيضا يذهبون هؤلاء منفردون إلى حسم عسكري ويدفعون بكل ما يستطيعون من قوة إلى اجتياح مناطق جديدة في الجمهورية اليمنية ففي هذه اللحظة يكون الخيار بأنه أمهلونا حتى نقوم بحسم عمل عسكري أكبر وهكذا فإن السياسة هي في الحقيقة ما يتعاملون به في الملف السياسي إنما هو على سبيل التخادم فعندهم بأنه فقط يكون هناك مجال للتفاوض وللعمل السياسي عبر الأمم المتحدة عندما يرون بأن الحل العسكري مستبعد ومستحيل وعندما يجدون بأن هناك فرصة في الميدان لتحق وهذا يقولنا سيد المحبشي للحديدة يسحبون العمل السياسي فورا ما هو الواقع الميداني العسكري للحديدة هذا الكلام الذي تفضل بطرحه يحيلنا إلى واقع الحديدة الحديدة لها موقع استراتيجي مهم ولها موقع إنساني مهم بالنسبة لليمن أكثر من 80% من المساعدات تصل من ميناءها ويوجد فيها خزان بشري كبير الأكثر على المستوى اليمن ثانيا بعد التعز وبالتالي ما هو واقع الحديدة الآن العسكري واقع الحديدة العسكري الآن مستقر جدا والجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات كبيرة وهائلة وقد فاجأوا الخصوم والأعداء من المرتزقة والعملاء والقوات الغازية بأنها وقعت في محرقة ووقعت بالفعل في مستنقع كبير وابتلعت الكثير من مدرعاتهم وآلياتهم رمال الصحراء وهم بالتحديد لا يعرفون الشعب اليمني ولا يفهمون الشعب اليمني هم راهنوا منذ بداية العدوان على اكتساح الشعب اليمني في ضرف شهر واعتقدوا بأن دخول اليمن سيكون أسهل بكثير من اجتياح العراق في عام 2003 ولكنهم فوجئوا وهم اليوم العام الرابع على التوالي يعني يغرقون في المستنقع اليمني ولا مخرج لهم فأنا أعتقد بأن الأمم المتحدة مضطرة تماشيا مع سياسة الولايات المتحدة لممارسة النفاق السياسي فعندما تكون أمريكا ترى بأن الحسم العسكري قاب قوسين تجمد تماما دور الأمم المتحدة ولكن عندنا ترى بأن الحسم العسكري أصبح أبعا لأنه ما قيل بأنه في إعاز أمريكي كان لتحريك هو ذهاب اتجاه هذا المحور أو جبهة الحديدة وهي ورقة ضغط قيل يمكن أن تلوي تلوي زراع الجيش واللجان من الجانب الإنساني وتكون ورقة ضغط تدفع للذهاب إلى تنازلات ومفاوضات وبالتالي أمريكيا دفع بذلك عسكريا الواقع الآن فقط أطلب منك التوضيح الواقع الآن العسكري مستتب في الحديدة ولا تشكل ورقة ضغط بالتأكيد الورقة الحديدة هي ورقة الورقة العسكرية الورقة العسكرية هم اليوم وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء لأن الخيار العسكري الذي كانوا قد بادروا إليه وكثفوا كل جهودهم لإسقاط مدينة الحديدة وبالتأكيد الجهد الإعلامي كان أكبر من الجهد العسكري عندما شعروا بأن هذا الجهد قد تراجع وسقط على أبواب الحديدة تحرك المبعوث الأممي هم بهذا الشكل يعطون الضغط الأخضر للمبعوث الأممي بشكل كبير للتحرك عندما تفشل أوراقهم العسكرية بمجرد أن يرون بأن هناك فرصة لإنجاز عسكري هنا أو هناك يجمدون تماما العمل السياسي وبدون أي أسباب معلنة إذن سيد المحبشي حركة جريفث هو ترجمة أو العنوان الأساسي لفشل خيار أو استخدام ورقة الحديدة يعني الأمر تعبير عن فشل ذلك تلك الورقة التي تمت المحاولة فيها باتجاه الحديدة هذه قراءتنا إلى أشعار آخر طبعا الملف الإنساني لا يتمنون عليه لأنهم لو كانوا بالفعل يريدون احترام حقوق الشعب اليمني من جانب إنساني لما نقلوا البنك المركزي من صنعاء لأن البنك المركزي في صنعاء كان يصرف الرواتب شمالا والجنوبا لكل أبناء اليمن وحتى لأولئك الذين يقاتلون في صفوف العدوان فلو كانوا يريدون احترام بالفعل احترام حقوق أبناء الشعب اليمني لا يستهدفون الحديدة على الإطلاق ماذا يمكن أن تفعله الحديدة بهم والمعركة ليست معركة بحرية ليست بيننا وبين البحرية الأمريكية أو البحرية السعودية المعركة في البر والسعودية تحاصر وقوة العدوان تحاصر الحديدة منذ ثلاث سنوات يعني ما هو الغرض الأساسي لاستهداف واحتلال الحديدة فإن كانوا يريدون إنجاز حسم عسكري فليتحركوا في البر ويمكن أن يستهدفوا صنعاء وغيرها لكنهم هم في الحقيقة لا يهمهم أبدا على الإطلاق أن يقع عشرين مليون يمني أو أكثر تحت الجوع لأننا رأينا أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة كيف يعانون من واقع إنساني سيء وقطع للرواتب وامتهان للكرامة رغم أنهم قد وقعوا تحت سيطرة الاحتلال وما يسمى بحكومة شرعية فهم لا يهمون أبدا بالواقع الإنساني بالجانب الإنساني للإنسان اليمني على الإطلاق رسالة القوى حريصة حركة أنصار الله وربما أيضا نتحدث عن الجيش واللجان بإرسالها في الملاء وعلاقها بالواقع الميداني وكان قبل قليل هناك تصريح لرئيس المجلس الأعلى المجلس السياسي الأعلى تحدث عن أنه جعل هذا العام عاما باليستيا كما وعد الراحل الصماد وبالتالي رسالة القوى هذه تعني أنه لا يوجد تراجع ماذا يفترض أن نرى في المقبل من أيام فيما له علاقة بالإطار للحل السياسي وفقط استمزاج للرأي استطلاع عم أنه دفعا ما قد يشكل أو يؤسس لمرحلة جديدة في إطار الحل السياسي إذا كان هناك جدية في التحرك مع الحل السياسي فيجب أن يفرض المبعوث الأممي حوارا بين الأطراف الحقيقية وهي صنعاء من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى يعني بين التحالف وبين الحكومة الوطنية اليمنية الموجودة على الأرض اليمنية على التراب اليمني على التراب الوطني التي تمثل البرلمان وتمثل جماهير الشعب اليمني بالملايين والتي تدافع عن الشعب اليمني وتدافع عن تراب اليمن هذا الحوار بين التحالف من جهة وصنعاء من جهة هو الذي يعطي الطريقة الواضحة والصحيحة لمعالجة المشكلة. فيما يتعلق بالأطراف الداخلية التي تنضوي تحت ظل وتعمل لحساب أبو ظبي والرياض بالإمكان أن يبني المبعوث الأممي وبكل وضوح على كل المخرجات التي كانت توصل إليها المبعوث الأسبق السيد جمال بن عمر. وهي مقررات أممية ومشهود عليها دوليا. وكانت في موفم بيك وداخل صنعاء. وأجهضتها الغارات السعودية وبداية العدوان على اليمن. سيد المحبشي فقط. هل لديكم الرؤية المؤشرات التي تشي بأن هناك حوارا قد يفرض هذه المرة لاختلاف الظروف ولفشل كل المحاولات حتى بما لا علاقة في الإطار الضغط الميداني وآخرها الحديدة. لديكم موطيات بأن حوارا سيفرض؟ أعتقد بأن الحوار حتى وإن لم يفرض على السعودية وأبو ظبي كتحالف في مقابل صنعاء واليمن. فإنه سيكون الحوار وإن كان عن طريق القفازات اليمنية. لكنه سيكون جديا. وسيكون أولئك موقعون على التفاوض. ولكن الضمانات والتنفيذ الحقيقي هو لا يكون إلا إذا أرادت السعودية وإمريكا والإمارات أن يكون هناك تنفيذا جديا وحقيقيا لكل مخرجات الحوار. وإن كان من خلال هذه الأدوات. أما إذا كانوا لا يريدون على الإطلاق حل في اليمن. فهم وإن وقعت الأدوات. لكن التوقعات لا يمكن أن تخرج إلى تنفيذ واقعي. كما حصل لمفاوضات عمان والكويت. المفاوضات مصدق والكويت. القادر عبد الوهاب المحبشي. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله. كنت معنا مباشرة من العاصمة اليمنية. شكرا جزيلا لك. بعد ذلك نصل إلى ختام المسائية. نذكركم بعناوينها. حركة الاحتجاج على السياسات الضريبية تتوسع في الأردن. والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول. تحديات كبيرة أمام الحكومة الأردنية. هل تدفع عمان ثمن رفضها لصفقة القن. وتواجه ضغوطا كبيرة من الرياض. عودت المبعوث الأممي إلى اليمن لنقاش الحل السياسي. هل يفرض فشل دخول الحديدة على التحالف السعودي. إعادة ترتيب الأولويات. دائما للمزيد من الأخبار والتقاري. إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين. تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت. إضافة إلى موقعنا بلغة الإسبانية. وصفحات الميادين على موقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر